السلام عليكم وقال لن بيكم في حلقة جديدة ويوم جديد في مزرعتك في بيتك النهاردة الخميس 1 أغسطس 20-24 حلقة أسعار جديدة النهاردة كملوا معنا الحلقة للآخر ولكن قبل نبدأ كالعادة ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش كمان تنزلوا حالا في التعليقات تكتبوها بإيديكو ويخلوها شاهد لنا يوم الإيامة أي حد من إخواتنا المبتدئين عنده دور التسمين المتابعة معايا مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة كالمعتاد أي حد عنده أي سؤال يكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو برد على معظم أسئلة حضراتكم قدر المستطاع طيب النهاردة عندنا إيه؟ النهاردة عندنا نزول في أسعار الكاتاكيت عندنا ارتفاعات النهاردة في أسعار الفراخ البيضة هتفرح إخواتنا المربيين خلونا على طول نبدأ كده بأسعار الفراخ البيضة فيها زيادة النهاردة في عدم استقرار في السوق بالنسبة للبورصة شوية طلوع وشوية نزول ولكن الأسعار نوعا ما متقربة من بعضها يعني النزول بيبقى 2 جنيه الطلوع 2 جنيه هو كده السوق يا جماعة عرض وطلب طيب إيه الناس بقى اللي بتسألنا هنبيع ولا نستنى الأسعار هترفع ولا هتنزل بص يا جماعة السوق ده مش بتاع حد ومفيش حد بتحكم فيه انت عندك فرخة عمر بيع ووزن بيع اتوكل على الله وبيع سواء السوق طالع أو نازل انت بتاخد دورك وبتاخد رزقك وبتوسع المكان لغيرك هو السوق كده يا جماعة دايرة وبتدور على الجميع خلاص طيب أما بالنسبة بقى الأسعار الكاتكيت فيها نزول نوعا ما النهاردة فيه نزول جنيه في أسعار الكاتكيت سواء الشركات أو حتى معامل الأهالي المهم ان انت تجيب كاتكوت كويس ما تبصش أبدا على سعر الكاتكوت وقلت الكلام دا مليون مرة يا جماعة ولكن برجع أعيد الكلام تاني علشان إخواتنا اللي بيدخلوا الجداد علينا يكونوا عارفين الدنيا ماشية ازاي عندك كاتكوت كويس تقدر تشتغل به اشتغل صيف والشتاء اشتغل طالما عندك مكان مجهز أو تقدر ان انت تتحكم في درجة الحرارة يبقى اشتغل ما توقفش الناس اللي بتستنى نزول الكاتكوت أو تستنى ان يحصل حاجة في السوق على لشان تبدأ تشتغل يا جماعة التسمين مش بيتحسب كده التسمين انت بتشتغل طالما عندك مكان مجهز وعندك كاتكوت تقدر تشتغل به مظبوط وعندك تعرف تطلع فرخة سوبر سواء السوق طالع أو نازل انت شغال صيف والشتاء خلاص كده هو ده الشغل في التسمين يا جماعة طيب أما بقى بالنسبة لأسعار البيض للأسف سبات على الارتفاع اللي حصل لها أسعار الأعلاف فيها استقرار كويس جدا للناس اللي حابة تشتغل فرصة كويسة جدا جدا بالنسبة لأسعار الأعلاف تعالوا بينا بقى النهاردة ندخل على طول نشوف الأسعار ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى ما تنسوش اشعروا الحلقة وخليكوا دايما فعالين في الخير حطوا رايقات كتير علشان الفيديو يترفع وأكبر عدد من الناس تعرف الأسعار الحقيقية والفعلية النهاردة من داخل السوق وخليكوا دايما فعالين في الخير يا جماعة أي معلومة بتفيدك أكيد هتفيد غيرك قناتنا قناة تعليمية والهدف منها ان احنا بنعلم حضراتكم أو بنعلم اخواتنا المبتدئين اللي عاوزين يشتغلوا في التسمين بنعلمهم بالشكل بسيط جدا جدا مبادئ التسمين ومبادئ الشغل في التسمين وأكيد حضراتكم بالنسبة للناس اللي معانا عارفة القصة دي اللي عنده أي مشكلة في التسمين يكتبها لنا في التعليقات نعمل لها حلقة خاصة ونشرحها بالتفصيل بالنسبة لاخواتنا المبتدئين اللي عندهم مشاكل متكررة يلا بينا بقى نشوف الأسعار النهاردة ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى ما تنسوش اللايقات الجميلة اللي بتحطوها للفيديو يلا بينا البط البلدي أرض المزرعة ميجنية والمحلات مية وعشرة جنيه للكيلو المسكوفي أرض المزرعة خمسة وتسعين والمحلات مية وخمسة المولر خمسة وسبعين والمحلات خمسة وتمانين جنيه للمستهلك الفرنساوي اتنين وستين والمحلات اتنين وسبعين جنيه للمستهلك الحمام البلدي أرض المزرعة مية وتلاتين والمحلات مية واربان جنيه للجوز السمان ارض المزرعة تمانين والمحلات تسعين جنيه للجوز الروم البلدي ارض المزرعة مية وخمستاشر والمحلات مية خمسة وعشرين الروم الابيض ارض المزرعة تسعين والمحلات مية جنيه للكيلو اما عن الارنب النهاردة ارض المزرعة تسعين جنيه والمحلات مية جنيه للكيلو الفراق البلد النهاردة ارض المزرعة مية وعشرة والمحلات مية وعشرين جنيه للكيلو الرزي والفيومي ارض المزرعة 105 والمحلات 115 جنيه للكيلو استاسه ارض المزرعة 94 والمحلات 104 جنيه للكيلو امهات استاسه ارض المزرعة 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو ابيض بياض ارض المزرعة 55 والمحلات 65 جنيه للكيلو احمر بياض ارض المزرعة 60 والمحلات 70 جنيه للكيلو امهات الفراخ البيضة الهابرد الكبيرة ارض المزرعة 60 والمحلات 70 جنيه للكيلو أما عن أسعار الفراخ البيضاء النهاردة ارتفاع جديد 2 جنيه في الكيلو الواحد أرض المزرعة 74 والمحلات من 82 إلى 84 جنيه وما تشريش بأكتر من كده كمستهلك أما عن أسعار الأعلى في النهاردة سبات ولكن مهم جدا جدا تتابعوا الأسعار في الأيام اللي جاية الطن بيتروح من 19 إلى 22400 إلعبوا 25 كيلو 535 بادي سوبر 530 نامي 525 ناهي والكيلو قطعي في المحلات من 22 إلى 23 إلعبوا 25 كيلو 290 جنيه والكيلو قطعي في المحلات 12 جنيه الرد إلعبوا 40 كيلو 472 كيلو في المحلات 13 جنيه إلعبوا 25 كيلو من 400 إلى 390 جنيه إلعبوا 10 كيلو من 180 إلى 190 رز بلدي عريض 570 رز بلدي رفاية إلعبوا 25 كيلو 560 أما عن أسعار البيض النهاردة سبات على الارتفاع الطبق البيض الأبيض من التجار للمحلات 145 والمحلات للمستهلك 155 الطبق البيض الأحمر من التجار للمحلات 150 والمحلات للمستهلك 160 جنيه للطبق البيض الأحمر أما عن البلد النهاردة من التجار للمحلات 140 والمحلات للمستهلك 150 جنيه للطبق البيض البلدي أما عن أسعار الكاتاكيت النهاردة نزول وفرصة كويسة جدا لكل اللي حابب إن هو يشتغل مولر محلي 35 البكين 13 شريفان 14 فرنساوي 16 البيور 20 مسكوف مخلط 35 المسكوف الار 41 بادئ من 35 ل38 الروم البرونزي بادئ من 48 ل50 روم بلدي اسود من 47 ل50 السمان من 6 العشرة على حسب العمر والوزن فيومي لحم 16 جنيه جميزة بياض 16 الجميزة البيور 20 جنيه رزي فرزي ديوك 20 جنيه رزي برابر 14 رزي على وشه 18 بلدي حر 6 جنيه بلدي محسن 8 فيومي بلدي 9 بلدي مشعر 8 بلدي هاجين 9 والهاجين البياض 9 هاجين عالي 15 ساسو جلتاني 17 الساسو الشفر المزارع النهاردة بادئ من 18 ل20 أما عن الكاتكوت الأبيض الأهالي النهاردة ولنزل سعر أرض المعمل 18 جنيه وصل للعميل من 19 ل20 أما عن الكاتكوت الأبيض لشركات النهاردة واللي برضو فيه نزول في بعض الشركات ولكن فيه سبات في البعض التاني الكاتكوت الأبيض لشركات النهاردة بادئ من 23 ل28 ويخلي بالكو مليون مرة من جودة الكاتكوت دي كانت الأسعار المعلنة النهاردة نتمنى يكون القادم أفضل اشتغلوا انتوا بخير في كل أحوالكم ما توقفوا الشغل يا جماعة السوق طالع أو السوق نازل ما علينا غير السعي والتوفيق أكيد بيكون من عندي ربنا شكرا جدا ليكم شكرا جدا جدا على السقة الغالية بحبكوا جدا في الله شكرا لكل إخواتنا من مصر ومن الدول العربية استنونا في حلقة جديدة ولو شايفين المحتوى مفيد شيروها علشان الغير يستفيد أشوفكم تاني بألف صحة وخير تحياتي للجميع شكرا للمشاهدة